اشتركوا في القناة الى انه في السنوات الماضية تضاعفت معدلات انتشار السكر على مستوى العالم ومعظم هذه الحالات هي من النوع الثاني الذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي المتوازن جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مع عليه في الاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة وجمعية السكر البحرينية وشركة بابكو والمحافظة الجنوبية بمناسبة اليوم العالمي للسكر تحت شعار الوصول الى رعاية مرض السكر ان لم يكن الان فمتى واشار معلي الى انه في مملكة البحرين تصل نسبة الاصابة بالسكر الى 15% من السكان البالغين وذلك حسب احصائيات المسح الوطني الصحي لعام 2018 كما تشير التوقعات الى ارتفاع نسبة المصابين بالسكر الى نحو ربع سكان المنطقة في دول مجلس التعاون بحلول العام 2030 وادراكا لهذا التحدي اكد معلي رئيس المجلس الاعلى للصحة ان مملكة البحرين قد وضعت الخطط الوطنية لمجابهة السكر مع الالتزام المتجدد وادماج السكر في السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الاوسع نطاقا من هذا المنطلق وقال بان الاهداف الاستراتيجية للخطط الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة وداء السكر تسعى جاهدة للحد من انتشار مرض السكر والتقليل من الاثار الصحية والاقتصادية الناجمة عنه بتنفيذ المبادرات الوقائية والعلاجية وتوفير الخدمات الصحية المتقدمة وخلال الحفل اكدت سعادة الاستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة على اهمية شعار هذا العام والذي يهدف الى زيادة وعي المجتمع حول هذا المرض لوقايتهم من الاصابة بمرض السكر ومساعدة المصابين في الحد من مضاعفاته كما استعرضت سعادة الوزيرة ابرز الجهود الحكومية في مجال مكافحة مرض السكر الحقيقة ان الجمعية البحرين السكري تحتفل به دائما وتركز في هذا الموضوع على موضوع حقيقتين حقيقة بسيطة الأولية ان المرض السكري ممكن منعه ان بالاتباع على التعليمات الصحية ومحافظة على الوزن ومارسة الرياضة باستمرار ممكن حتى الناس المعارضين للسكري انهم ما يصابون بالسكري وحتى اذا ما اصاب الواحد السكري فمسألة السيطرة عليه وتجنب مضاعفاته ممكن بهد نفس الطريقة وهو المحافظة على الوزن واتباع تعليمات الصحية ومارسة الرياضة باستمرار فعالية هذه بتنظيم بالتعاون بين شركة بابكو القسم الطبي مع جمعية السكري البحرينية واحنا نعزز شعار يوم السكري العالمي وهو تلقي الرعاية الصحية الآن واذا مو بالآن متى فالرسالة اللي احنا بنوجهها لكافة المجتمع انه اذا انت مريض مصاب بمرض السكري وطلب منك الدكتور ان انت تاخذ علاج الانسلين فتوكل على الله واخذه الآن التفل في ذكرى اليوم العالمي للسكر وهذه ذكرى عزيزة علينا لان مرض السكر للأسف تفشى في حوالي 15% من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين البالغين وايضا يصيب ما يقارب 70% من امراض الشبكية نتيجة اعتلالات مرض السكري ممكن الوقاية منها باشياء بسيطة وهي الرياضة وايضا التغذية الصحية والوقاية من المرض هو خير من العلاج